انت شبه ايه بقى من الالات بتاعتك? انا انا شبه المايك انا بغني اكتر يعني بس ام لا مش شبه انا اصلا عندي الالات من العالم كله فمش عايفة اقولك يا انية لو فيه الالات عندي ما عرفش اسمقها حتى. فعلا. بس انا الجيتار هو اكتر حاجة ساعدتني في ان انا اعمل الكريير بتاعي اصلا مش هكلا عم هو كان اول الالة اشتريتها كانت ولت الليها رحمها جابتلي جيتار كده بسيط قوي. لعبة? لا مش لعبة. مش لعبة كان حاجة. لما نجحت في السنوات عمل. اه او كنت كبير اوكي. وبعدين من ساعتها بدأت ان انت يبقى عندك جيتارات كتيرة ايو انا بعمل الاسئلة وبقرأ عنك. لقيت ان انت عندك حوالي عشرين جيتار او تمنتاشر جيتار فاجئتني قبل اللي هو قلتلي خمسة وعشرين جيتار. خمسة وعشرين جيتار دول اللي هم اه الحاجات الغالية. الحاجات الغالية قوي. في حاجات تانية متوسطة وفي حاجات اقل. دولة اللي بسافر بهم عشان ما يبضوش من الرطوبة في البحر. بس برضو استير جيتارات كويسة. انت ا اكتر اه لحبتها هي الجيتار. ايش معنى الجيتار? سهل انها تحرك بيه اي حتة. اه كان سهل انها تعلمه في الاول واول حاجة طلعت عليها اغنية اوما بدأت. اه كان صديقه انا حد انت وفرت قوي بعض الواحد كتير. اه. وصحابي اللي حوالي القريبين مني هم اربعة وخمسة. اه. وعندي صحاب من اعدادي لغاية دلوقتي هم اتنين. هم صحابك. اتنين. بعد كده زاد عليهم تلاتة كامل ناسا دلوقتي. اه دول صحابي القريبين والجيتاري. انت منتاز شخصية اه اه قادر اقول اجتماعية قوي? لا مش 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 اجتماعية انا شخصية باعرف يعني تقدر تقولي عندي زكاء اجتماعي اه اعرف تعامل لوسط ناس كتير. بس بتحط بس مش بحط اكتر من انا مش بعرف اه ما عرفش افتح مواضيع اه لوحدي كده مع حد ما عرفوش. ام. لازم عشان كده كل الناس ما تعرفنيش تقولي عليه ايه ده متكبر. ام. ده اينك مش عارف ايه. بس هو ما عرفوش انا انا مكسوف. اه. انا قاعد مكسوف او ما تعالى بس ات انا مش عاش انا قاعد ساكت. هو بالنسبة لهم فنان يعني يقاعد مهايبر طول الوقت وصوته عالي وهو اللي واكل الاعدة وهو مفيش حد ليه حوار اصلا وكل ناس بتتكلم. ايه. وهو اللي بيصوته اعلى ويسكتهم كلهم ويسمعوه هو انا مش كده خلص انا بتعلم دايما من الناس اللي قاعدة حولي. يعني دايما اسمع اكتر ما ما بتكلم. عشان لما اتكلم مع احد ابقى اسمعته كويس. شخصيتك دي اثرت على اختياراتك. في اختياراتي في شغلي. في شغلك. اختي اختياراتي في شغلي طبعا. طبعا. ان انا مسلا عشان بعض بلاحظة كتير فساعات يعني بقرأ شوية. بقرأ شوية. اه شوية. اه. وصحابي الحمد لله في منهم ناس مثقفين جدا. انه في منهم ناس بيكتبوا اه قصص وناس بيكتبوا شعر ويكتبوا سيناريوهات. فالاعدة معاهم بتعدي. يعني انا فرقة وسط البلد انا كل قاعدتي وتعلمنا لمزيكة كان على اهاوي وسط البلد. اهاوي وسط البلد اللي هي بيقعد عليها كل المثقفين. طبعا. يعني الموجودين في مصر معظمهم كانوا بيعودوا هناك. فالاعدة كلها كنت عودة اسمع قصة قصيرة من هنا وشعر من هنا. حد بيكتب فكرة. حد مطلع الوحة بقولها رسمت النهار ده كزا وبيعود يحكي عنها. فده كان بداية ان انا اتعلم يعني ده ده دي معلومات اللي كان بتدخل لي. ده الانبوت بتاعي. بعد كده بدأت انا ادور. واتعلم عشان بقعت في وسط الاعداد دي. عندي رأي. وعندي كلام ما قدر اقوله. غير اغاني يعني.